أيها الأحبة في الله المولى سبحانه وتعالى يختبر العباد ويبتل العباد بالأمراض أو الأسقام أو بالموت أو بالاقتار في الرزق أو بأي شيء ينغص عليهم حياتهم يكون هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى ومن كرمه يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف ولو قال ولنبلونكم بالخوف لمات العباد من الخوف ولكن قال بشيء من الخوف وأيضا من الجوع وأيضا نقص من الأموال ونقص من الأنفس ونقص من الثمرات ولكن لم يقل نقص من كل هذا ولكن قال نقص من ولو قال نقص في هذا لأصبح العالم كله اليوم في خبر كان ولكن من رحمتي قال وانا نبلونكم بشيء من الخوف والخوف هو شيء يعتر النفس أو مكروه يعتر النفس محقق أو ممكن إيقاعه يعني واحد خايف من شيء هيجي عليه فالخوف ده عبارة عن شيء جواك بخوفك مكروه داخل عليك خايف منه أو مرغوب منه أو قلبك بيرتجف منه هو ده الخوف رزيك ربنا يقول وانا نبلونكم بشيء من الخوف وكمان من الجوع ولو قال الجوع كله لمات الناس جوعا ولكن رحيم بعباده يبقى في ابتلاء بالخوف ابتلاء بالجوع الاقتار في الرزق ابتلاء بنقص من الأنفس موت الولد أو موت الزوجة أو موت الزوجة أو موت الوالد أو الوالدة أو موت الحبيب الأنفس والثمرات اللي هو كل شيء يثمر على وجه الأرض أو أي شيء يثمر من التجارة أو أي شيء يثمر من الصناعة أي شيء ليه ثمرة ربنا بيبتل الأباد بهذه البنية أو هذا الابتلاء علشان يختبرك حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين وليمحص الله ما في قلوبكم ربنا بيمحص ما في القلوب علشان يشوف القلوب المؤمنة الطائعة والقلوب التي تجزع من قدر الله سبحانه وتعالى لأن قدر ربنا نافذ والله رضيت أم لم ترضى قضى ربنا نافذ سبحانه وتعالى يبقى شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولكن في النهاية اللي بيصبر على ده كله الابتلاء في المال دخل في تجارة وخسر فيها دخل في شيء معين وما لم يربح به عمل أي شيء مديره مغلبه مديره زيه المرت الرئيس بتعرف العمل عمل فيه أشياء مش كويسة فصل من شغله كل دي ابتلاءات من ربنا بس بيقيس درجة إيمانك وده هنعرفه بعد كده إزاي وبشر الصابرين ما لهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون ما لهم جزاهم ما عند ربنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة من الله هيصلى على الصابرين ربنا سبحانه وتعالى هيصلى عليهم ويرزقهم برحمته عليهم صلوات من ربهم ورحمة ومش كده بس وأولئك هم المهتدون وربنا هيرزقهم الهداية والطاعة شوف ربنا سبحانه وتعالى بيمن على الصابرين من عظيمة جدا إنما رف الصابرون أجرهم بيه بغير حساب يأتي الصابر يوم القيامة ويقول له رب العزة جل وعلا اذهب إلى القصر كذا يقول له وما لي ولهذا القصر يا رب يقول له خذ ما فيه هو لك يقول له وما هو فيه يا رب بل وخذ كل هذا الذي أمامك يقول له وما من أين هذه الأعمال يا رب كله ده بيسأل أنا ما عملتش حاجة ده كله عشان أخذ ده كله ويأتي ردوان خازم الجنة خازم الجنة ويقول له خذ وخذ وخذ خدت ده كل ده أيوة ييجي بعد كده اليوم ييجي خازن النار ما هيولد على النار يقول له أتدخل الجنة؟ نعم ما الذي أدخلك الجنة؟ فيقوله الله أعلم فيتركه ردوان يتركه المولى سبحانه وتعالى يعطيه ما يحب ويرضى بهذا كل يا رب فيقول له رب العزة جل وعلا هذا بما رضيت بقضاء وقدري في الدنيا انت رضيت بالله أنا عملت معاك خذ وخذ وخذ ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ما فيش أي حد ياخد ده غير المؤمن بس أمره كله خير كل أمر المؤمن خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته دراء صبر فكان خيرا له ولم يأخذ هذا الثواب العظيم إلا مين إلا المؤمن بس ده ربنا ما كتبوش إلا المؤمن بس يا أخوان وذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصفنا جليه قال يا أيها الذين آمنوا ربنا نادانا بالإمان وذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم تصيبه وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوك يشاكها حتى الشوك يشاكها يثاب عليها ما فيش مسلم هيتصاب بهم ولا غم ولا كرب عظيم ولا فقر في الأموال ولا الأولاد ولا حزن هيصيب حزن ولا هيصيبه أي هم حتى الشوك اللي بيتشاكها بس كده إلا يثيبه الله عليها يعني لو أنت تشكت بأي شوك ربنا هديك سوابها فما بالك باللي ربنا اختبره بجلة الرزق بأنه تفصل من شغله بأنه تسجن ظلم بأنه هو رحمة كان وكان خطأ وغزب عنه فيه كل دي ابتلاءات مات ولده ماتت أمه ماتت أخته ماتت بنته كل دي ابتلاءات من ربنا بيختبر فيها ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا يثاب عليها سبحان الله العظيم ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن صخت فله الصخت يبقى إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم دي الابتلاء من عند ربنا ده رحمة وتمحص ليك الحديد ما بينضفش غلا ما بيدخل النار ولازم ربنا يختبر عبادة مهى سبحان الله العظيم لا يتمنى أن أحدكم الموت لدر إن نزل به شوف الحبيب عليه الصلاة يقول لك أوى أحد يتمنى الموت لدر أصابه أي حاجة بصيرك ما تقولش يا رب خدني يا رب موتني يا رب كذا هو أنا ما فيش غيره هو هو أوى فلعله خير له يمكن ده خير ليك فيزداده من هذا الخير ولعل هذا اختباره لك فلعلك تستعتب وترترج وتسترجع نفسك وتسترجع وتعود إلى الله يمكن المصيبة اللي جات لك أو الحاجة اللي جات لك دي فيها خير كبير لو فيها خير ليك هتاخد الخير لو ما فيهاش ارجع لربنا ماها ربنا سبحانه وتقول نبلوهم بالخير ونبلوهم بالخير بالشر والخير الجاب الشر الجاب للخير فتنة ده عمى ربنا عمى الخير عمى ربنا اداك خير واداك شر والاثنين دولة اصبحوا بالنسبة لك فتنة ونبلوهم بالحسنات والسيئات فتنة ده شوف ربنا بيديك حسنات بيديك مقام عالي عشان يختبرك بيه بيديك فلوس عشان يختبرك بيديك عمارات واموال عشان يختبرك بيهم او هتفكر الاختبار ده في البلاء بس لا ده كمان في النعيم لا تسألن يومئذ عن النعيم ده ربنا صحانه وتعالى اداك السلطة واداك المال والجاب واداك العيال واداك القصور علشان يختبرك ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي عذاب ربنا شديد عذابه قليم للي بيكفر بنعمة ربنا لكن ربنا اداك نعمة حافظ عليها لان ده اختبار اختبار والله السلطة بتاعتك استخدمتها صح ربنا هيرفعك تاني وتاني استخدمتها خطأ مش هتستمر اداك المال استغلته صح ربنا هيزيدك تاني وتاني استغلته خطأ خلاص راح منك النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة ابو سلمة من ما من عبد يصاب بمصيبة مستجيل اي شيء الا قال ان الله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فلان ده دخلني السجن ظلم فلان ده كل ده خد بالك قل ان لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه انما الصبر عند الصدمة الاولى ما هو المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول ان الله كتب مقادير العباد قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة ده ربنا كتبك وكتب لك عملك كلها جاب لوجود السماوات والارض بخمسين الف سنة ما من عبد شوف المصطفى عليه الصلاة والسلام بريحنا خالص كتب الله له منزلة ولم يبلغها بعمل ما فيش واحد ربنا كتب له منزلة في الجنة ولم يبلغ هذه المنزلة بالعمل اللي عمل في الدنيا العمل قليل بس منزلته في الاخرة عالية خالص طب ربنا يأمل معه عشان يوصله للمنزلة دي الا ابتلاه في جسده او ماله او ولده ربنا يبتليه باي حاجة من دوله في جسمه شوية مرض شوية ألم في عنيه في ايه يعمل عمليات يعمل كذا في ماله ماله يجل ماله يخس يخسر يعمل بتاع في ولده يموت ابنه يموت بنته يموت اي حد إلا ابتلاه في جسده او ماله او ولده ثم صبره على ذلك شوف بجا ربنا سبحانه وتعالى بحكمته يصبر العبد على هذا الابتلاء يدي له الصبر ويدي له الحب ان ربنا عمل كده بحب مش ما يتزعش من قضاء ربنا ابدا لان ان صبرت قضاء ربنا نافذ ما صبرتش هو قضاء ربنا نافذ ولكن ربنا يصبره ثم صبره على ذلك حتى يبلغه منزلته شوف ربنا ورحمته على العباد لازم كلنا نراجع نفسنا اخطأنا نرجع مش مشكلة خاص ربنا بيبتلينا بالمال اللي هو وفير علشان خاطر يختبرنا طب نشوف نفسنا فعلا اعملنا كده ولا لا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لو لا اخرتني الى اجر قريب فاصدخ واكم من الصالحين يا الله يعني الانسان بعد ما يموت يقول يا رب الموت داخل علي طب اخرني شوية سيبني يا رب المدة ساعة طب لو مت وصحيت عاوز ايه ما جالش اصلي ولا صوم ولا زك ولا حج لا ابدا جال اتصدق ادي ادي كلام ربنا سبحانه وتعالى مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لو لا اخرتني الى اجر قريب ليه فاصدخ واكم من الصالحين الصدقة الصدقة اللي جال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم حصنوا اموالكم بالزكاة وداروا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء ادعوا الله في السر وانتم موقنون بالاجابة الحمد لله رب العالمين طيب حاوزين يبقى عندنا يا اخواننا طاقة ايجابية الطاقة السلبية دائما تجلب المرض وتجلب الهم والحزن الطاقة السلبية بتخليك تعيش عيشة ضنك تعيش عيشة مش كويسة ما بطول ما انتشار قدامك هم وحزن وغم زي ما جال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو اهلكهم وفي رواية من قال هلك الناس فهو اهلكهم ما ورناشغل كل يقول تاني ماها راحت علينا خلاص ماها البلد راحت ماها ما فيش حاجة كويسة في البلد ماها انا مش لاجه حاجة عادلة في البلد وده يجيب لك بدا ناس تفتح القنوات اللي اياها ناس على طول جتل وسيد وتعزيم وناس ما عرفش بيحصل لها ايه وناس بتتنشر بالمناشير وناس بتتضرب بالنار ده كل دي اخوانا بيديك تاخة سلبية ده كل ده بيأثر عليك وعلى عيشتك وعلى عيالك في البيت ده كل ده بيضيعك انت بيدمرك نفسيا بطول ما بتفتح الحاجات دي اه وتشوف جدامك ناس بتموت وناس بتتجتل وكل تمثيل في تمثيل ليس له حقيقة كل خيال كلها اشياء مدبرة ضد البلد وضد الاسلام وضد المسلمين وضد استقرارنا وضد حبنا الوطنة وكل ده بيخلي الشراب يطلع عنده كرب ليه الطاقة السلبية دي اولا بتخليك بتصب بكآبة بتخلى حياتك في البيت دانك ما انت شاف كل ده ده تاني حزنه وقتله وضربه وتعرف ايه وفلان راح وفلان دي وفلان طب ما ده كل ده بيولد عندك ايه طاقة سلبية بيبقى المرض اقرب شيء لك الامراض الضغط والسكر والكورونا وكل ده بيتصاب بيه ليه لاني بطول ما انت عندك طاقة ايجابية بطول ما عندك امل تبصت له دي ربنا سبحانه وتعالى ازال عن حتى اللي مريض بيصحى ده واحد كان عنده كان مريض وكان بياخد علاجه زي الفل وماشي تمام التمام جالولي العام ده في واحد في مصر دكتور كبير في مصر جال نروح له راح له عارفين اول كلمة جاله له جال له انتوا جابيني جابيني وبعد ما الحالة تأخرت بعد ما كان بياخد علاج وماشي زي الفل وتمام التمام وبياكل ويشرب وروح الجام راجد ما دامش منها غير على القبر بس ليه لان الدكتور ده اداله طاقة سلبية ما جلهمش ده ان شاء الله هيصحى وبجا زي الفل وكذا لا ده جلهم خلاص ده انتوا جابينيه بعد ما دينة اتأخرت خلص راح فيها الراجل عبال ما جيه هنا كان انتخل رحمة ربنا سبحانه وتعالى تعدادة الاسباب والموت واحد لكن يا عم قلو قلو ان شاء الله هتبقى زي الفل وتصحى وتمام التمام برضو احنا عاوزين الطاقة الايجابية دي ربنا سبحانه وتعالى يقول انا عند ظن عبدي بيه فليظن ما يشاء بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا ان مع العسر يسر ما من عبد يرفع يديه بالدعاء الى الله الا اعطاه الله وحدى ثلاث اما ان يعجل له الدعاء واما ان يدخره له يوم القيامة واما ان يصرف عنه مثله او من السوء بمثله فقال الصحابة اذا يا رسول الله نكثر قال الله اكثر ما فيش واحد هيرفع ايده للسمى فوق ويقول يا رب سيدنا عمر كان بيقول لا احمل همى الاجابة ولكن احمل همى الدعاء من رزقه الله الدعاء رزقه الاجابة انا ما بحملش همى الاجابة لان ربنا هو اللي حكمه قال ادعوني استجب لكم دي حكم ربنا على نفسه ادعوني انتو بس دقوني فسيدنا عمر يقول انا لا احمل همى الدعاء همى الاجابة ولكن احمل همى الدعاء عاوز الدعاء ربنا يرزقني بالدعاء وردك احنا بنقول يا اخوانا اللي بيدعى ربنا بدعوة ما لم تكن اثم ولا قطيعة رحم ربنا بيدله ثلاث حاجات يا اما يعجل له الاجابة يجاوب له يدله الاجابة يا اما يأخرها له يوم القيامة يوم القيامة يأتي العبد ويأخذ من الحسنات الطائلة ما لذ وطاب ومن الجنان وغيرها فيقول يا رب ما عملت هذه الاعمال التي استحق عليها هذا فيقول هذا دعاك قد خبأت ثوابه لك الى يوم القيامة فخذ ما تشاء يعني ما تخافش ادعج يا اما ربنا هيستجب لك يا اما هيدخره لك يدي لك يوم القيامة عسنات واشياء لا تحصى لا تعب يا اما ربنا فيه بلاء نهزل من السمع عليك فيه بلاء فيه بلوة فيه مصيبة جايالك فيه حاجة وحشة جايالك ربنا هيشيل عنها عنك الحاجة دي بقدر الدعاء بتاعك بتقول يا رب نجح ابنك ما نجحش يا سيدة يا رب اشف ابني وابنك ما ربنا ما شافهوش يا رب اشف ابو يا وابوك انتقل يا رحمة ربنا انت مش دعايت خلاص سيب الموضوع مع ربنا ما هو النباس وقالها واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين لازم يكون عندنا صبر وصلاة النبي عليه الصلاة اذا همه شيء كان يقوم الى الصلاة اذا جاء لك هم ولا غم ولا حاجة تعبتك جوم صلى رك عاتل لله وربنا هيديك اللي انت عاوزه بس يبقى عندك امل في بكرة يبقى عندك حب البكرة يبقى عندك امل ان ربنا هيديك اللي انت عايزه لك ما باش عندك تقصل بيها تدمرك وتدمر بيتك وعيالك وتعيش انت والعيال فيناك طول العمر والبيت يبقى خربان لا خلي عندك انت اضحك على طول ابتسم على طول خلي الحياة حلوة حتى الحاجة اللي اتنغس عليك حياتك ارميها من وراء دهرك بشر ولا تنفره يسر ولا تعسره قضاء ربنا نافذ نافذ رضيت ام ابيت قضاء الله نافذ فمن رضي فله الرضا ومن صخت فله الصخط او له الصخط رضيت ربنا سبحانه وتعالى هيديك اكتر واللي انت عاوزه صخت على قضاء ربنا وقدره ربنا سبحانه وتعالى هيصخط عليك فاحنا عاوزين نقول بعد ده كله لازم نرضى بقضاء ربنا ولازم الانسان اللي يختبره ربنا يكون فعلا جد الاحتبار ده علشان يكون عنده امل ان ربنا هينجيه هيشفيه هيدينه اللي هو عاوزه وبلاش اخوانه يبع عندنا تقاسل بي ولكن الطاقة الايجابية هي المطلوبة النهاردة نسأل المولى سبحانه وتعالى ان يكتبنا عندهم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ازتر لنا عيوبنا اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين اللهم ارحم امواتنا اجمعين اللهم انا نسألك يا ربنا ان تكتبنا عندك من الذاكرين الشاكرين اللهم ارفع عنا بلائك يا رب العالمين اللهم ارفع عنا هذه الامراض يا كريم اللهم ارفع هذا المرض عن الاسلام والمسلمين وسائر البلاد العربية والاسلامية وسائر البلاد اجمعين وارفع هذا البلاء يا رب عننا اجمعين واكتبنا عندك من الذين رضيت عنهم في الدنيا وفي الدين اللهم انا نسألك يا ربنا ان تحافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وارضنا وسمائنا وأن تحافظ على قيادتنا ومصرنا يا رب العالمين وأن تحافظ علينا أجمعين وصل اللهم على سيدنا محمد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة